يقول الله تعالى في سورة الأنعام أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِيْ حَكَمًا والحكم من أسماء الله الحسنى ما المقصود بهذه الصفة؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد فاسم الحكم من أسماء الله الحسنى ورد في القرآن الكريم مرة واحدة أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِيْ حَكَمًا والحكم معناه القاضي العادل الذي يكون عدله عدلاً مطلقاً لا شائبة فيه من ظلم ولا مجامل ولا خطأ ولا 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 فالحكم بهذا المعنى لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى لأنه هو الذي حكمه مطلق حكمه عادل عدلاً مطلقاً وده إن شاء الله جاينا وحد حدثنا عن الصفة القادمة الحكم العدل وأن كل أحكامه كمان يدل على الإتقاد ومن هنا حكمه في الكون مثلاً ترتيب الأمور وسوق الأسباب إلى مسببات إلى أسبابها أو النتائج إلى أسبابها هذا أيضاً يدخل في معنى الحكم بمعنى الإتقان وهذا واضح يعني لا يحتاج إلى دين هذا الإتقان الشديد في العالم العلوي والعالم السفلي والإنسان يعني وفي أنفسكم أفلا تبصرون وهنا العلماء يفتحوا الموضوع يستدلوا بأمور عجيبة جداً يعني في الأسنان والأنياب والطفل وكيف يلتقم وثدي أمه وهو مغمض العين ولا يعرف لأول مرة ومن يعني هداه إلى هذا حتى كما قالوا أن الدجاجة تقلد من البيضة هكذا إلى يعني يعني الواحد يقرأ فعلاً المؤمن جسمه يقشعر من دقة الإتقان طبعاً فالحكم هنا معناها أنه الله سبحانه وتعالى أو الذات التي تثبت لها تفرد بالقضاء المطلق العادل أنه أحكم الحاكمين حتى يوم القيامة طب ولذلك وردت حكم فقط في القرآن أفغير الله أبتغي حكماً مرة واحدة مرة واحدة لكن تروح للحاكمين وكذا هتجدوا وردت مقيدة مقيدة لأن هنا توهم الاشتراك مع الحاكم البشري حاكم البشري فحتلقي مثلاً أحكم الحاكمين خير الحاكمين لازم يميزه أنه خارج عن الحاكمين لأنه أحكم الحاكمين طب ما الحكمة فضيلة الإمام من هذا التقارب اللفظي بين حكم وحاكم وحكيم هو لابد من أصله ده حكم المشتق في اللغة المشتقات يعني اللي هي أصلها المصدر يعني فمعنى أن المصدر يعني هذا المصدر تشتق منه أولاد كما يكون هناك مثلاً أب له أولاد فبالضرورة هذه الشخصية ستكون ممثلة في الأولاد فإلا يعني مثلاً لو خدت عندك علم علم هذا هو المصدر يشتق منه عالم يشتق منه عليم يشتق منه علامة يشتق منه معلوم فطبعاً مدام مشتق بالضرورة الحروف موجودة في الكل لكن تختلف يعني الصيغة البنائية تختلف لكن المادة واحدة فطبعاً حاكم حاكمة كذا المأخوذة من الحكمة وأصل الحاكم والحكيم وكذا وكذا أصلها هذه المادة أصلها المانعة يعني مثلاً الحكم منع للإنسان أن يتعدى هذا الحكم حتى منه قالوا الحكمة التي تحكم تضع في فم الفرس وتمنعه من العدو السريع ومنه الحكمة الحكمة بقى هي تطلق على معاني عديدة بعضهم وصل بها إلى خمسة عشر معنا فيها طبعاً هي العقل والعلم والإتقان وفي القرآن الكريم فيها على علم الدين على النبوة طبعاً كتابة والحكمة وأيضاً يعلمهم الكتابة والحكمة وكتابة القرآن والحكمة السنة النبوية والنبوة يعني اسم واحد يا فضلت الإمام من ثلاثة أحرف ولكن له يعني بحر من المعاني هذه هي اللغة العربية